لو كان كنت مدير عام الديوانة التونسية مش كيفاش تكون مش كون هنا هذية سؤال توجهنا توجهنا بيه للشارع التونسي جزء حبيت ان نذكر اللي نهارة لايف تم يعني اصدار بلاغ من الديوانة التونسية بتسمية العميد محمد الهيدي سيفر مدير عام للديوانة خلفا لزهير الميجري بمقتضاء امر عدد 592 لسنة 2024 والمؤرخ 25 نوفمبر 2024 برشا قالوا تغيير المدير العام على خلفية على خلفية يعني التوريد البطاطا في سوسا يعني كانت ما نعرفوش السبب بالضبط وما يقيل على الاقل لذي في الكوليس وما نعرفوش صحيح ولا لا شوف فوتوانسة شنو قال ونرجع هذا تحدي صعيب الحقيقة اما نتصور يكون الهدف المتاعي مكافحة الفساة خاطر بصراحة في الديوانة نسمع كل شيء كل شيء سمعنا بيكون سيء كل شيء شفناه في الديوانة سواء معناها على حدود البرية سواء على حدود البحرية سواء على الجو بتصور معناها المهمة لولا مكافحة الفساة وكل شيء حل اول حاجة باش نحط لهم دي كاميرا باش معاملاتهم الكل تقعد مصورة وعندهم معارف وحيد باش اي مشكلة المواطن يعرف الليش كون يشكي ونعملوا مكتب مباشرة ان يتقابل تشكيات وتأخذ بجدية ويعاقب باشد العقوبات عون ديوانة لو كان يعمل جرائم اما زيدا نخصولهم اكثر فلوس باش نحولهم جشع متاع الرشاوة وانشاء الله ربي يهديهم ويستر التوينس منصب هذا لحقيقة صعيب برشا 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 ونحس المسئولية كبيرة على الأخر مسئولية معنوية ومسئولية قدام ربي وقدام المجتمع ماهيش ساهلة كان نشيطة مديرة عامة لديوانة تونسية يمكن اكثر حاجة كنت نخمن فيها هو اني نسهل الاجرائت اللي في الديوانة وقت اللي تطلب انه العبيد تدفع ذراء وتدفع ساعات حق الكرهبة مرتين مثلا كشد داخل الكرهبة قالوا حكا هي سومها البر يكون أقل ببرشا كيف كيف فيما يخص موردين على الحاجات اللي قادة تدخل من البر نخفف من الظرائب نخفف من الاجرائت المعاقدة أنا كان جيت مدير دوانة تونسية أول حاجة نعملها محاربة الفسيد فدنيا بركلة تطورت الزينة من استيله والكراس لازم فما راقمنا لازم فما والرقابة تعزيز الرقابة ولازمك تسهل تسهل الاجرائت اليوم المستثمر يبعد على تونس على خطر الاجرائت تحبولها تكرار وانا تحبو يمشي ويجي واندرش نهيه بيش يخرج السلعة فما زاد المواد كما قلو نحنا للدوايات ولا الماكلة لازمك تسرحها مش معقول انتي اليوم هو يعجي بميكلة ولا جيب دواية باش يدخلها لتونس تحبلو أشرة ولازمك عباد كونسرة ما تجيبش عباد من غاد لغاد وتحب تعمل هذي كله اقتصاد الموازي هجب دوا ليك داخله في السر كوي معالي المواطن توكتايا رأي المواطنين في ديبانة توسي كفيش يشوفوها على الأقال ولاشنوع النقاص اللي من رجل نظارهم لازم تتصلح فما ميكرو كان يعني اسمعني قالت أنا مانيش بش نقول شني يعني كان جيت في مكانه أما هي يعني مهم مهيش سهلة بالكل مهمة صعيبة وقالت نحب تعديلي كلمي حتى ولو أنا مانيش بش حط روحي في بلاستو تعتبر العملية معقدة دوق نحكيه على الديوانة التونسية نحكيه نرجعو شوية بالتاريخ وقت تمت ونست الديوانة التونسية بعد حصول تونس على الاستقلال وتحديدا في ستة ديسمبر الف وتسعمائة وخمسين وكان وقت على الإدارة تونسية في وقتها اللي ورثت على الاستعمار ونصوص الترتيبية ومجلة الديوانة إنها تتأقلم مع المعطيات الاقتصادية والجبائية الجديدة للبلاد يعني بلاد خرجة من حالة استعمار يعني فم خدمة كبيرة وقتها تم إلغاء الاتحاد الديواني مع فرنسا والاتحاد النقدي منطقة الفرنك وكان لازم على تونس إنها تراجع النصوص الموجودة وإحداث إجراءات جديدة من شأنها إنه تستجيب الحاجات الاقتصاد خاصة منها حاجات الصناعة الحديثة في وقتها خلينا نزيد ونرجع شوية بالتاريخ خريم وقت تم تركيز نظام الاستخلاص في 13 جولي 1899 واللي كان يستجيب للهيكلة القانونية والإدارية اللي تم تركيزها من قبل استعمار وقتها وكان يعتمد على الغصب البدني والعنف لاستخلاص ديون الخزينة لنجيت المذكرة تاريخ تاريخ خطيرة وقتها إذا المذكرة العامة صادر على إدارة المالية بتاريخ 20 ديسمبر 1889 وفحت إنه على القادة عند استخلاص الجيبية لازمهم يجنبوا الأساليب الجائرة هنا نفهم مربع ما كفية كنت عملية استخلاص الضراء بلي كانت تحتمد على القمع القوة الفكين وغياب العدلاء بيشنه هي الديوانة التونسية وفيش تتمثل مهامها الديوانة التونسية هي إدارة عامة تتبع وزارة المالية مكلفة بمهام ذات طابع جيبائي واقتصادي وأمني بما أنه أعوانها من الميدانيين من حامل السلاح الديوانة مهمتها الأصلية استخلاص لإداءات والمعاليم والرسوم الموظفة على السلاح للخزينة الدولة عند التوريد والتصدير وأيضا الرسوم شبه الجيبائية لصالح صندوق الدعم أو صندوق الحرفيين وتفطلع مصالح الديوانة بدور كبير في دعم الاقتصاد المحلي من حيث وحيمة المنتج المحلي وجلب الاستثمار ومقاومة التهريب في المنافذ البرية والبحرية والجوية والتهرب الجيبائي الديوانة عندها زوز مهمات مهمة اقتصادية ومهمة أمنية المهمة الاقتصادية تتمثل فيه تبسيط إجراءة التوريد وخلق وتصدير وخلق نظم ديوانية اقتصادية متطورة وتدعيم القدرات نفسية المنتجات لذات المنتج التونسي المنشأ التونسي هذا بخلف تجزيع الاستثمار والتصدير بإرساء علاقة شراكة وتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين تحرص الديوانة على ضمنين سلامة التنافس النزيم الممارسات غير الشرعية كيف إغرق السوق والتقليد ومراقبة المواصفات والجودة تساهم زادة في ضبط الإحصائيات المتعلقة بحصيلة عمل الديوانة لتسهيل اتخاذ القرارات من قبل الصلاة العمومية نمشي طول مهمة الأمنية فيش تتمثل المهمة الأمنية تتمثل في مراقبة حركة البضائع والأموال داخل البلاد وعبر الحدود مكافحة التهريب مختلف أنواعه من المهمات الأمنية الأخرى حماية الثروة الحيوانية والنباتية المهدبة بالانقراض مراقبة التصدير اللاشرعي للأعمال الفنية وتحف الأثرية وحماية المستهلك من المواد غير المطابقة للمعايير الصحية كنشوفونا بعض الأرقام في علاقة يعني بالديوانة نرقاولي عدد الأواني جاو 7000 عون حصيلة العملية الديوانة في 2023 14979 هو عدد محاضر الحاجز اللي تم تحريرها في 2023 وبلغت قيمة المحجوزات 463 مليون دينار من البضائع ووسائل النقل المعدة للتهريب خلال سنة 2023 فقط هنا نحب نشير ريم المهمة الرقابية قامت بها دائرة المحاسبات لدي مختلف مصالح الإدارة العامة للديوانة غطاة الفترة الممتدة بين 2010 وموفى جوان 2014 أفضت المهمة هذه الجملة من الاستنتاجات والنقاص المتعلقة خاصة بالتصرف النزاعات والاستخلاص ورغم يعني في 2013 هنا رغم أهمية المستحقات المثقلة والبيلغة 4.41 مليون دينار اقتصر الاستخلاص بكل قبضات الديوانة على مبلغ 168.3 دينار أي بنسبة ما تتعدش 0.01% من جملة الديون هذه وبلغ معدل أجل الفاصلة بين تاريخ تحرير المحاضر وتاريخ تثقيل الخطايا والعقوبات الديوانية والصرفية ست سنوات وبالنظر إلى عدم القيم التابعات الجبرية الاستخلاص المستحقات هذه يأدي الوضع هذا حسب دائرة المحاسبات إلى سقوط البعض منها بالتقادم وهذا يعني وشني أوصعت وقت دائرة المحاسبات أوصت مصالح وزارة المالية بالتسريع في استخلاص المستحقات الدولة خاصة وأنه عدم القيم بأعمال التتبع في خصوص بعض الأصناف من ديون الفترات طويلة كيف ما قلنا من شأنه قيمتها بفعل بيعني بالتقادم الوقت ولو الزمن معناتها هذي فكرة تقريبا عن شنو دور الديوينة شنو أهمية الأعمال اللي تقوم بها حكيتنا على بعض الإشكاليات يمكن في الآخر لكن تعرف ديما وقت نحكيه على ديونة التوصية فما نقاط معينة في فكر المواطنة التوصية مباشرة من ضمن نقاط هذي مروا وده تقالت الملاحظة في الميكروت خطوار اللي عملته نحكيه على حاجة مهمة ياسر اللي هي ملفات الفساد دونك تعرف اللي فما اتكرت لأكثر من مرة من قبل ملاحظة المواطنين على الأقل في الميكروت خطوار هوني كمش نرجع شوية مثلا نلقاو التصنيف متاع تونس نلقاو تونس من صنفة 85 على 180 بلاد حسب تقريبا 70% من المؤسسات التونسية دي حسب تقرير للبنك الدولي 70% من المؤسسات التونسية كانوا صرحوا ولا أعلنوا في إطار الدراسة اللي صارت أنوا تعرضوا لطلبات غير رسمية انصح التعبير دون كذي من ضمن مثلا الاشكاليات اللي مطروحة كيف كيف زاد فما البروست نتقبل لك حكيت على جان البروست في العملية للإجراءات الديوانية بشكل عام 40% من المؤسسات الصغرية المتوسطة في تونس تعتبر أنه المنظومة الديوانية ولا البروست دونية يعتبروها انفخن معناتها إشكال انصح التعبير حاجز أو معيق انصح التعبير كبير ومهم جدا لتنافسيتهم بشكل عام كيف زاد دراسة أو نونكات قامت بها منظمة الأعراب لتك سنة 2023 وفما ملاحظة أخرى الحقيقة مهمة برشا خطر نحكي ويسر هو موضوع بعض لحظات بالنسبة لديجيتال أو الرقمنة فما برشا مجهوضات تصير على خطر نعرف مليح اللي العديد من اللي تعاملت بهدف طب بسيط الإجراءات كيمة تيان تينابس السينابس معنا فما جملة من الإجراءات اللي تعمل ان ليني لكن للأسف الشديد كامش نرجع تقريبا عمين التالي فما أقل من 30% من تقريبا 30% من الفورماليت دوانيير يصيروا لكلهم بشكل ديجيتال الباقي لا معنتها رغم لي كان فما إعلان نواية انصح التعبير انه سنة 2025 تكون 100% مع تمين المفروض تكون فما ديجيتال فما برشا تحديات فما برشا صعوبات فما برشا أعمال كنت حكيت عليها هزيدا وأهداف وصنال هي ممكن وصلت لديون توصية فترة من الفترات لكن من زال فما برشا خدمة شكرا لك أقعدوا معنا رجعين معاكم بعض لحظات تحديثنا بشيكون نحاول الرقمنا لكن مش بالمفهوم العام عليش الخطر بشربتها بالبيئة والمحيط وقوتوا معنا رجعين بعد شوي